النهاردة يحيي عطوية الله مباراة ممتازة جدا 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 وده من اللي ايو برضو لتعرض لضغوط كتيرة وقالك ان يحيي عطوية الله مش هيعوض علي معلول ادوار دفاعية ممتازة ادوار هجومية ممتازة تصويب بدربات ثابتة ليه كرة في العرضة مش طبيعية وبيشوتها بثبات وثقة معلم صفقة كبيرة ومهمة جدا ليه النادي الاهلي يحيي عطوية الله النهاردة كمان مباراة كبيرة جدا كان عادة يعني لما روان عطية ممتاز اكرم توفيه ناحية اليمين كمان كان ممتاز انا عايف اول ما اقوله اكرم توفيه جمهوري زيك يقولي لا بس كان يستحق يطرد ما اعرفش بعد شوية هيكون معاي كابتن جهد جيريشيا ويقولك سكان يستحقك ولا بس فنيا اكرم توفيه النهاردة عمل مباراة عظيمة ياسر ابراهيم النهاردة قلب اسد واللقطة فيه لقطة الياسر ابراهيم وهو كان يعني متحمس او كده اللي شفتوها كلكم في لقطة من اللقطات كانت مع مشلاك على ما اتذكر او مع زيزو هي دي شخصية الاهلي اللي ظهرت النهاردة هو ده كان اللي افتقدوا النادي الاهلي في مباراة السوبة للافريك ما تلعب بروح وحماس بجانب الامور الفنية فلما رجع دا للنادي الاهلي تاني ومع قدرات فنية كبيرة بص اللقطة بص 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 ياسر ابراهيم بص ياسر ابراهيم هاعمل ايه بص اللقطة دي شفتو واحد زي اياه في السوبة الافريكي شفت لقطة زي دي من اي لاعب في النادي الاهلي في السوبة الافريكي ما كانش فيه هو ده اللي فلق النهاردة مع الياسر ابراهيم عمل مباراة عظيمة النهاردة مروان عمل مباراة عظيمة النهاردة رامي كالعادة بيتحمل على نفسه بشكل رائع جدا رامي ربيعة شال النادي الاهلي الفترات اللي فات كتير قوي وضغط الاهلي والمنتخم مصر ضغط بدني مش طبيعي عليه الاهلي النهاردة مباراة كبيرة بصراحة ولقبت الزمالك النهاردة برضو بصراحة عشنا بقى امين يعني النهاردة بنتاج ده صفقة ذهبية لنادي الزمالك ذهبية ناصر ماهر مش طبيعي عمر جابر تحمل كثيرا على نفسه النهاردة وهو مش جاهز وواضح انه مش جاهز حسام عم مجيد الان في رأيي يستحق فرصة مع منتخم مصر نضغ جدا وعنده قدرات كويسة جدا كان نقصه بعض الخبرات وبعض الندوج ووصله حسام عبد المجيد اتصور الكابتن حسام حسن هيبص على حسام عم مجيد الفترة اللي جاي فالمبرانة عرضة كانت حلوة طيب اشتركوا في القناة